السلام عليكم أحبابي طلاب الصف الثالث إن شاء الله اليوم رح نبدأ بدرس جديد من دروس الرياضيات بعنوان الأنماط الدرس الرابع بعنوان الأنماط بداية يا أمي اليوم هو الثلاثاء التاريخ 27-4-2021 ميلادي ياريت نكتب اليوم والتاريخ عراس الصفحة سنبدأ الآن يا ثالث بفهم معنى الأنماط ما معنى نمط أو الأنماط نقرأ المثال يا ثالث مع بعض في أثناء سيرك على رصيف الشارع تلاحظ أن طرفه ملون بلونين مثل الأصفر والأسود لاحظ يا أمي نبدأ من هون أصفر أسود أصفر أسود أصفر أسود إذن الرصيف ملون باللونين الأصفر والأسود رح يرجع يتكرر معي أصفر أسود برجع بتكرر أصفر أسود عن نفس الترتيب إذن تكرار اللونين الأصفر والأسود بترتيب واحد لاحظ أصفر أسود 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 وإذا بدي أكمل رح يكون أصفر أسود يعني كل الرصيف رح يكون بتك يتكرر اللون الأصفر والأسود نفس الترتيب الآن هاذ شو بسميه ثالث التكرار لما يتكرر معي اللون الأصفر والأسود بنفس الترتيب بسميه نمط إذن النمط هو تكرار بترتيب معين تكرار قد يكون للون أو الشكل لون، شكل، حجم إذن هو تكرار بترتيب معين الآن أنا جبت لكم مثال عندي من البيت جبت مجموعة مكعبات أو ليغو الآن لاحظ يا أمي أنا رتبتهم ترتيب معين طلعكي زهري أصفر أخضر زهري أصفر أخضر زهري أصفر أخضر إذن أنا يا ثالث اعتمدت على ترتيب معين ترتيب معين وكررته الآن لاحظ إيش هو اللي تكرر معي اللون الزهري أصفر أخضر زهري أصفر أخضر إذن التكرار كان للون الزهري والأصفر والأخضر الأساس اللي أنا اعتمدت علي ثالث أو العناصر المتكررة كانت هي اللون الزهري الأصفر الأخضر هاي بسميها وحدة النمط لما أكرر أنا أختار الشيء المتكرر أو العناصر اللي بتتكرر بيكون اسمه وحدة النمط يعني الزهري الأصفر الأخضر هو اللي بتكرر زهري أصفر أخضر زهري أصفر أخضر هاد بسميه وحدة النمط يعني العناصر اللي بتتكرر نيجي على الكتاب ونفهمكو على الكتاب الآن مين اللي تكرر معي هون الأصفر والأسود صح؟ اللون الأصفر والأسود هاي بسميه وحدة النمط وحدة النمط يعني الأساس الذي يبنى عليه النمط أو العناصر المتكررة العناصر اللي تكررت تكرر معي اللون الأصفر والأسود مثل المثال اللي ضربته المس هون زهري أصفر أخضر هو وحدة النمط ليش يا ميس؟ لأنه اللي بتكرر هاي هي العناصر اللي تكررت برجع برد أحكي زهري أصفر أخضر زهري أصفر أخضر وإذا بدأ أكمل نفس الترتيب نفس وحدة النمط زهري أصفر أخضر نيجي يا ماما هون أسمي تكرار اللونين الأسود والأصفر بوحدة النمط لأنها تتكرر في كل مرة يعني العناصر اللي بتتكرر كل مرة بسميها وحدة النمط انظر إلى الأنماط للآتية وبننا نحوط يعني نضع دائرة على وحدة النمط طلع يا أمي رح أقرأهم بالكلمات عشان نعرف النمط ووحدة النمط كرة مكعب أسطوانة كرة مكعب أسطوانة كرة مكعب أسطوانة إذن يا ثالث مين اللي تكرر معي كل مرة الكرة والمكعب والأسطوانة يعني هاي بسميها وحدة النمط سميتها وحدة النمط يعني هم العناصر اللي تكرروا المجسمات اللي تكرروا الكرة المكعب الأسطوانة كرة مكعب أسطوانة وإذا بدي أكمل رح أحكي كرة مكعب أسطوانة كرة مكعب أسطوانة كرة مكعب أسطوانة وحدة النمط كانت عندي الكرة المكعب الأسطوانة يعني هدول اللي تكرروا طيب نيجي هون دائرة مربع دائرة مربع دائرة مربع دائرة مربع يا ثالث يا حلوين حدد لي وحدة النمط إيش هي العناصر اللي تكررت الدائرة والمربع صح؟ يعني هدول أساس النمط كانوا همه الأساس الأساس اللي كوننا عليه النمط إذن دائرة مربع دائرة مربع دائرة مربع دائرة مربع إذا بدي أكمل بحكي دائرة مربع دائرة مربع بظل أكمل دائرة مربع هذا الترتيب بسميه نمط الأساس اللي بنيت عليه النمط همه الشكل الدائرة والمربع دائرة مربع الآن نيجي هون مكعب أخضر مكعب أزرق أو كبير صغير بإمكانك تحكي على اللون أو إنه هاد كبير هاد صغير أخضر أزرق أخضر أزرق أخضر أزرق بحكي أخضر أزرق أو مكعب كبير صغير كبير صغير إذن مين اللي تكرر معي كل مرة الأخضر الكبير والأزرق الصغير إذن هاي هي وحدة النمط هاي حوطت عليها نيجي ماما هون كلهم نجوم نفس الحجم نفس الشكل إذن رح أعتمد على اللون زهري أزرق أصفر رجعنا من الأول زهري أزرق أصفر زهري أزرق أصفر إذن يا ثالث أنا اعتمدت على زهري الأزرق الأصفر هاي هي وحدة النمط وحدة النمط يا ثالث لأنها رجعت من الأول زهري أزرق أصفر زهري أزرق أصفر مفهوم يا أمي؟ طيب يا ميس الآن رح نكمل هون على صفحة 79 يمكن أن أحدد وحدة النمط من خلال وصف النمط بالكلمات ثم إكمال النمط كيف يا ميس؟ يلا نحكي النمط أولا بالكلمات مخروط مخروط كرة مخروط مخروط كرة مخروط مخروط كرة إذن يا ثالث النمط كان بالكلمات مخروط كرة رجعنا حكينا إذن هاي وحدة النمط هاد بسميه وحدة النمط لأنه هو اللي بتكرر وحدة النمط هو الأساس اللي بتكرر برجع بحكي مخروط كرة كمان يا ميس مخروط مخروط كرة طيب كيه ثم أكمل النمط شو بدك تكمل يا ثالث بدك تكمل حسب وحدة النمط بتحكي مخروط هاي برسم مخروط مخروط كرة فهمنا يا أمي النمط هو ترتيب ترتيب باعتمد هو تكرار لترتيب معين باعتمد على وحدة النمط على الأساس يعني إذا تخربط الترتيب هاد تبع الأساس إذن النمط خطأ بطل نمط الآن نشوف الأسهم أسفل أسفل أعلى أسفل أسفل أعلى أسفل أسفل أعلى أسفل أسفل أعلى إذن النمط يا ثالث ايش كان عندي إذا بدي أكمل نحدد أول إشي وحدة النمط كانت أسفل أسفل أعلى إذن هاي بسميها وحدة النمط إذا بدي أكمل النمط يا ثالث بدي أكمله نفس الإشي نفس الترتيب بحكي أسفل برسم سهم زي ما هم مراسمينه أسفل أسفل بدي أرسم سهم أعلى إذن هاي كملتوا بالرسم طيب نكتبه بالكلمات بكتب أسفل أسفل أعلى هاي أسفل أسفل أعلى نسهم للأسفل سهم للأسفل سهم للأعلى كمل أسفل أسفل أعلى أسفل أسفل أعلى إذن يا ثالث كانت وحدة النمط أسفل أسفل أعلى أسفل أسفل أعلى إذن هاي هي وحدة النمط هو الأساس اللي اعتمدت عليه الآن هم بحكي لي يمكن إيجاد الخطأ في النمط وتصحيحه من خلال معرفتنا بوحدة النمط يعني شو بنا نعمل يا ثالث بنحدد أولا وحدة النمط وبعدين بصحح الخطأ طيب نطلح هون على الألوان أخضر أزرق أحمر أزرق أخضر أحمر أخضر أزرق أحمر إذن يا ثالث وحدة النمط أخضر أخضر أزرق أحمر هاي صح هاي صح هاي النمط وحدته أخضر أزرق أحمر الخطأ كان عندي إنه الكرة أزرق هادو الخطأ أزرق أخضر أحمر أحمر إذن الخطأ كان عندي إنه الترتيب أزرق أخضر أحمر لازم تصحيحه أخضر أزرق أحمر مفهوم يا أمي نيجي هون على المثال الموجود مبتسم مبتسم حزين مبتسم مبتسم حزين نيجي هون مبتسم حزين مبتسم رجعنا للنمط مبتسم مبتسم حزين إذن الصح كان عندي اللي اعتمدنا على وحدة النمط مبتسم مبتسم حزين مبتسم مبتسم حزين مبتسم مبتسم حزين نشوف الخطأ هاي هون الخطأ ثلاثة هادول مبتسم حزين مبتسم هذا الخطأ اكتشفنا الخطأ إيش الخطأ كان يا ثالث رسمين لي خلينا نوضحها بالرسم مبتسم لانه سألني ايش الخطأ مبتسم حزين مبتسم هاد الخطأ كان عندي طب نصحيحه يلا تصحيحه ليه ايش لازم كان نفس وحدة النمط لازم كان مبتسم مبتسم حزين مفهوم يا امي هاد درسنا يا ثالث بدك تعرف النمط هو تكرار لألوان لأشكال لمجسمات بشكل بترتيب معين الان كل نمط فيه اله اساس بنعتمد عليه الاساس هو بنسميه وحدة النمط الان نقدر نرسم انماط يمس من اشكال اه يمس تعال اعلمك كيف ترسم النمط نيجي نجيب الدفتر هون اذا حكيت لك ارسم نمط معتمدا معتمدا على الاشكال التالية الان راح احط لك مثلا مثلس ودائرة بتعرف بتعرف ترسم نمط يا ثالث الان هاد بدي اطلع منه كم نمط احكي لك ارسم نمط ارسم اربع انماط كيف في مثل دي ارسم اربع انماط اول شغلية ثالث بدك تحدد وحدة النمط اللي بدك تعتمدها وحدة النمط يعني ممكن ارسم دائرة مثلس هاي اعتمدت انا هاي وحدة النمط اللي بدك اعتمد عليها برجع بكرر دائرة مثلس دائرة مثلس دائرة مثلس اذا انا اعتمدت وحدة النمط هاي اول نمط كونته طيب ثاني نمط ممكن أحكي مثلث مثلث دائرة لاحظ هاي وحدة نمط اعتمدتها بكرر مثلث مثلث دائرة مثلث مثلث دائرة بكمل مثلث مثلث دائرة إذن هاد نمط ثاني نيجي كمان نمط يا مس ممكن أحكي دائرة مثلث دائرة يعني كلهم بدي أكررهم نفس الترتيب وحدة النمط هاي وحدة النمط بدي أكرر زيهم دائرة مثلث دائرة دائرة مثلث دائرة دائرة مثلث دائرة طيب هاي ثلاث أنماط يا مس نيجي أرابع نمط ممكن أحكي دائرتين مثلث دائرة دائرة مثلث هاي وحدة نمط جديدة دائرة دائرة مثلث دائرة دائرة مثلث وبتكمل على نفس النمط نفس الترتيب هيك يا ثالث تعلمنا كيف نرسل نمط طيب نجي على الكتاب هون يا ماما شو بيحكي لنا صفحة رقم ثمانين يمكن أن أكون أنماطا مختلفة من أشياء معطاة فمثلا إذا أعطيت مثلث ومستطيل أعطاني مثال مثلث ومستطيل يمكن أن أكون الأنماط الآتية ألف مثلث مستطيل مثلث مستطيل إذن هاي هون اعتمد على وحدة النمط مثلث ومستطيل مثلث مستطيل مثلث مستطيل هون با مثلث 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 هاي كمان كون نمط ثاني إذن اعتمد مستطيل مثلث مثلث مستطيل مثلث مثلث هاي بسميها وحدة النمط يعني حدد الإشي اللي بدي نمشي عليه وكون أنماطا أخرى الآن يا ثالث عليك واجب تكون ثلاث أنماط ثلاث أنماط من المثلث المستطيل كيف يا ميس؟ بدك تحدد أول إشي زي ما حكيت لك هون وحدة النماط شايف أنا كم نمط بإمكانك تطلع عشرين نمط يا ثالث الآن ممكن تحكي مستطيل مثلث بتحط عليه دائرة أنها هاي وحدة النمط وبتكمل مستطيل مثلث أو مثلث مثلث مستطيل مثلث 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 أو مثلث 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 الآن هذا واجب يا ثالث واجب عشان تتعلم ترسم أنماط بدك ترسم لأول نمط واحد ثنين ثلاث وتصورهم وتبعثهم للمس إن شاء الله كلكم رح تصوروا الأنماط وتبعثوهم للمس نيجي على الأسئلة الموجودة معنا وحوط وحدة النمط في كل مما يأتي طبعا الأسئلة سهلة كتير نحلها مع بعض يا ثالث وحوط وحدة النمط في كل مما يأتي وحوط يعني يضع دائرة الآن قلب كبير قلب صغير قلب كبير قلب صغير قلب كبير قلب صغير إذن هاي وحدة النمط كبير صغير أو أحمر برتقالي أحمر برتقالي بإمكانك تعتمد على اللون المتكرر أو إنه الشكل تكرر إذن هاي هي كانت عندي وحدة النمط كبير صغير كبير صغير كبير صغير ورح يتكرر معاي إذا بدي أكمل رح أرسم قلب كبير أحمر وقلب أصغر أصفر أورانج برتقالي الآن هون نهدي برتقالي أصفر نهدي برتقالي أصفر إذن يا ثالث وحدة النمط كانت أو صغير صغير كبير صغير صغير كبير صغير صغير كبير الآن يا ثالث هاي بنسميها وحدة النمط الآن هون بحكي لي أكتشف الخطأ في النمط في كل مما يأتي لاحظ يا أمي شمس قمر شمس وحدة النمط كانت عندي شمس قمر إذن شمس قمر إذن هون لازم يكون شمس قمر يعني هذا الخطأ لازم تكون عندي قمر هاي تصحيح هون شمس قمر إذن هاي الخطأ لأنه بدي أعتمد على وحدة النمط شمس قمر إذن هاي لازم تكون شمس هون نكمل هاي شمس قمر إذن هاي صح وهاي صح هي وحدة النمط كانت هي صح هون شمس إيش يا ثالث لازم يكون عندي هون هاي خطأ لازم تكون قمر برسم قمر فوقيها فهمنا يا أمي الخطأ الموجود عندي هون شمس قمر لازم تكون شمس قمر شمس قمر شمس قمر شمس قمر نفس وحدة النمط طيب هون يا ماما وحدة النمط تطلع شجرة طويلة شجرة قصيرة شجرة طويلة شجرة قصيرة إذن طويل قصير هاي وحدة النمط طويل قصير طويل قصير إذن هون في عندي خطأ لازم تكون هاي الشجرة إيش؟ هاي هون خطأ لازم تكون طويل قصير إذن لازم أرسم هون شجرة طويلة لازم تكون طويل يعني برسم شجرة طويلة هاي هي الخطأ يا ثالث أختاره شكلا وأكونه نمطا اختار لي يا ثالث شكل أكون نمط أنا بدي أختار مثلا مربع طبعا طلعت رسمة المربع مو ظابطة لأنه قاعد بصور مربع دائرة وبدي أكون مربع دائرة مربع دائرة إذن هاي هي وحدة النمط كانت عندي إنت بتختار أي شكل بديك إياه ممكن تختار قلب النجمة قلب النجمة قلب النجمة و تضل تكرر فيه هاد بيكون نمط درسنا سهل كثير يا ثالث وحلو كثير ياريت يا أم تحلوا التمارين ومسائل على كتبكو بتحلوا الواجب و تصوروا للمس ويعطيكم ألف عافية